يهواءه والمسلم يهوى شرعته والمنهج بحر معطا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد نخصص هذا اللقاء بإذن الله تعالى للكلام على الهيئة التأسيسية ما يحدث وما يدور فيها وخصونا نسمع عن انسحاب الكنيسة وانسحاب بعض القوة الليبرالية عمر موسى ومدموعة معها هل يؤثر ذلك على التأسيسية البعض قد يتهم من فيها حتى من الإسلاميين بالتخصير وبالتفريط وقد يصل إلى حد التكفير والبعض الآخر لما رأى انسحاب هذه القوة من الهيئة التأسية أخذ يثني على أهلها وتخوف عليها والهيئة وغير الهيئة وقضية تطبيق الشريعة مسائل بتدور بين إفراط وتفريط بين إصراف وتقصير نحتاج لإلقاء بعض الأضواء والعدل أساس الملك وبيقامة السماوات والأرض ولا جلمانكم شنقانوا قوم على ألا تعدلوا عدلوا وأقربوا للتقوة نحتاج لاستصحاب لضوابة الشرعية وأيضا معرفة السنن الكونية حتى يتصل لنا تطبيق الحكم الشرعي على الواقع المساوي له ولا يفوتنا قبل أن نشرع ونبدأ أن نرسل بالتعازي لأهلنا في أسيوت ولأهلنا في غزة لله ما أعطى ولله ما أخذ وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب يعني نحتسبهم شهداء عند الله تبارك وتعالى ولا الشهيدة عند الله ست خصال يغفر له في أول دفعة من دمه ويجار من عذاب القبر ويأمن الفزع الأكبر ويحلى حلية الإيمان ويزوج من الحور العين ويشفع في سبعين إنسانا من أقاربه وأرواح الشهداء في حواصل طير خدر تسرح من الجنة حيث شاءت ونحن نفصل لا نفلق بين أهلنا في غزة وبين أهلنا في أسيوت بمعنى أن الوطنيات والقوميات لا يصح حتى أن تفلق فيه المشاعر أبي الإسلام لا أبى لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميمي ومثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائل الجسد بالسهر والحمة لا أقل كما ذكرت من تعزية وإلا في المسألة تستدعي وقفات مطولة ما الذي يحدث في غزة لماذا حدث الذي حدث في أسيوت الأحداث كثيرة ما زالت أحداث سوريا تحتاج هي الأخرى إلى وقفات ولكن رأينا أن نخصص هذا اللقاء للكلام على التأسيسية وخصوصاً ويه النبرة بتتعالى وكثير من الناس لا يعرف ما الذي يحدث وما الذي يدور وأنظار الدنيا مصلطة على مصر بمثابة قاطرة وبالتالي فلابد من معرفة ما هذا الذي حدث يعني البعض مثلاً يقول الرئيس مرسي وعدنا بتطبيق الشريعة فأين هي الشريعة وكأن الرئيس حيضع العربة أمام القطار ورئيس مرسي منتظر ما يحدث فيه الهيئة التأسيسية يعني خطوات بعضها تقول ما الذي قصر فيه الرجل وما الذي فرط فيه حتى تتم محاسبته والله لو ثبت التقصير أو التفريط تتم المحاسبة على أسس موضوعية وإلا فهو لا يدخل وسعاً في تطبيق شرع الله تبارك وتعالى هذه قضية هو أعلنها منذ اليوم الأول وبالتالي فالمزايدة عليه لو وضعنا مكانة ما الذي سنستطيعه أكثر مما فعله نسأل الله تبارك وتعالى له الخير والتوفيق والرشاد والسداد هل نستطيع أن نقدم أكثر مما يقدم أم أننا سنقول لا استطاعة لا قدرة معزورين العجز المواجهة ونحو ذلك من الأشياء التركة مهلهلة والواجبات تسقط بالعذر والعجز وعدم الاستطاعة ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها اللي بعض قرأت أنا اليوم ينع على من هو موجود مثلاً في الهيئة التأسيسية يقول كيف يجالسون الليبراليين والشيوعيين والنصارى وكانه يغفل حتى السنن والسير والنبي صلى الله عليه وسلم مرات كثيرة التقى بوفد نصارى نجران باليهود بمشركه العرب هذا الأمر أكثر من أن يحصر وبالتالي فكيف نجالس فلاناً أو علاناً ليس العبرة بمن جالست أنا أو التقيت أنا العبرة بماذا قلت هذا هو الذي ندقق فيه أصبت أنا الحق أم أخطأته وافقت فيه الشرع أم خالفت فيه الشرع كنت أتاجر وأبيع ديني وأداهن وأمال على حساب ديني أم كنت أحق الحق وأبطل الباطل قضية البنود والمواد فيه التأسيسية لا بأس بذلك الكل يتكلم والكل مطالب بأن يتحدث ولذلك قلت لابد من وقفه حتى نوضح بعض المسائل نلقي بها الضوء أو نضع بها النقاط على الحروف نحن بحاجة لدستور دستور للأمة ليس دستورا خاصا بفلان أو علال لا هذا الدستور إنما يوضع للأمة وأنا أرى ويعني لا مزايدة عندي في هذا الأمر على أن الدستور الذي يوضع لهذه الأمة لا يصح أن يحل حراماً ولا أن يحارم حلالاً ولا أن يخالف نصاً من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ هذا دستور يوضع لأمة مسلمة وقد يكون قائل فيها نصارى وفيها طواف كذا وكذا وفيها فئات أنا أعلم ذلك مصلحة النصارى ومصلحة اليهود الحقيقية لا تتم لا تتم إلا بتطبيق شرع الله تبارك وتعالى وهم يعلمون ذلك جيداً ولكن أحياناً قد نجد انسحاب من الهيئة التأسيسية ما الذي يطلبون هم أحرجوا أنفسهم بهذا الانسحاب ما الذي يطلبون وقد وضعت لهم مادة ثالثة في الدستور يعني تحتاج لمراجعة عندما نقول النصارى لهم أن يرجعوا لمبادئ اليهودية والنصرانية فيما يتعلق بأحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية وقيادتهم الروحية ما الذي ينشدون أكثر من ذلك وكيف يتوافق معهم البعض مالكي أكثر من الملك بل هم قد يكونون قد أخذوا أموراً تحتد لمراجعة كما يحدث ويدور الآن ولذلك كثرة من أعضاء التأسيسية يقولون نحن في حل طالما انسحبوا وخصوصاً في عبارة شؤونهم الدينية هذه قد تفتح الباب وأنا راجعت فيها في اللدنة الفرعية ودهر حوار كبير بيني وبين عمر موسى وأيمن نور وارتفعت الأصوات قلتم أنتم تبعثون برسائل طمأنة ليه النصارى أنا بحاجة لرسالة طمأنة أنا كذلك إذا كان الأنبابولا يرجع للكنيسة ويأخذ رأيها فأنا بحاجة أنا الآخر ليه أن أراجع جماعة كبيرة جداً من المسلمين تقف خلفي وأن الدستور لا يحتمل المزايدات ولا المترادفات أنا عندما أنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع هذا يعطي الحق للنصارى في أن يحتاكموا لأحوالهم الشخصية لشريعتهم في أحوالهم الشخصية فلما الاستطرات؟ لما المزايدة؟ لما المترادفات على مثل هذا النحو الصياغة الدستورية تأبى ذلك وترفض ذلك ثم ننص على أن الشريعة لهم الحق في الرجوع لشريعتهم أنا أحتل الرجوع لشريعاتي لماذا أنص على المبادئ؟ والمبادئ كانت المحكمة الدستورية أحياناً تفسرها بالرحمة والمساواة والعدل ما هذا ينادي به شيوعي؟ والعدل عند الشيوع يفترق عن العدل عند المسلم العدل أو الحرية والمساواة هذه تفترق تفترق المناهج تفرق بين المسلم وبين الشيوع وأحياناً تفسرها بقطعية ثبوت قطعية دلالة الأمر الذي ينفي الكثير المئات من الأحكام الشرعية وأن لهم الحق في الرجوع لشؤون يوم الدينية ما هي الشؤون الدينية؟ هذه قد تفتح الباب حتى لتدخل أدنى بي ولكن كانوا يقولون التوافق وغير ذلك ثم وجدنا الانسحاب على مثل هذا النحو وأخذوا كل شيء ما الذي سأخذونه أكثر من ذلك؟ فلما الانسحاب؟ واليوم بنسمع عن وقوف طوائف من النصارى تطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية وتطالب بحزف المادة الثالثة بمعنى لا أقول أنا الذي أطالب بذلك واحد لا ده حتى توافق من نصارى نصارى 38 وغيرهم يطالبون بالرجوع للشريعة الإسلامية وأن تكون المصدر الرئيسي لأنهم لن يتوصلوا لمصلحتهم أو لحقوقهم في الزواج أو الطلاق إلا لو وضعت هذه المادة كان البابا شنودة دائما يطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية في مسائل الزواج والطلاق على جهة الخصوص وكان إذا ما صدرت أحكام قانونية قضائية يرفض الإذعان لها ويقول أنا لن أخلف الإنجيل البابا شنودة لن يخلف الإنجيل ما المطلوب مني أخالف أنا دين ربي قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي نحن نعيش فيه واقع لا يصح للإربرالي والشيوعي ما الذي يطلبه يعني أن نتخلى عن شريعة ربنا تبارك لن نرد الناس بصخة الله سيسخط علينا سبحانه ويسقط علينا الناس ثم المتهجرة بالشحارات والهتافات التطور والتقدم والتحضر والمصلحة والحرية والتنوير كل ذلك لا يمكن أن يتحقق إلا بإقامة شرع الله إلا بإقامة الحق في الخلق التطور الحقيقي التقدم الصحيح التحضر لا يبتنى إلا على منهاج النبوة أن نعود لمثل ما كان علي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام والله يعلم وأنتم لا تعلمون له الخلق والأمر إذا كان له الخلق فله الأمر وإذا ما أمر الواجب علينا أن نقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير سواء كنا حكما أو محكومين في القرن الأول أو في القرن المئة قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي فتكون المفاجأة بعد ما وقعوا على المواد وكانت التوافقات ينسحبون من الهيئة التأسيسية ما الذي يطلبونه؟ ما الذي ينشدونه؟ هل هو مزيد من الضغط؟ مزيد من المكاسب كما يعبر البعض ويقول أنا أقول لو تنازلنا لو غيرنا وبدلنا لو تركنا شريعة ربنا هذا هو الخسران المبين أنا أسمي الأشياء باسمها لا مكسب يتحقق دمار في العاجل والآجل إن أغضبنا ربنا تبارك وتعالى إن فرطنا في ديننا أمريكا بتطبق دستورها على رعاية حتى المسلمين في أحوالهم الشخصية وهم الذين يدعون حقوق الإنسان والعمل على مراعاة الطوائف ونحو ده كلام يرسلونه وإلا فالواقع أنهم يطبقون دستورهم على الرعاية المسلمين حتى في الأحوال الشخصية في الزواج وفي الطلاق نحن نعطي أهل الكتاب الحق في الاحتكام لشريعتهم في أحوالهم الشخصية إن احتكموا إلينا حكمنا فيهم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يحكم بينهم بما أنزل الله وأنا أقولها صريحة واضحة أي توافق أي تصويت بل أي استفتاء يتم بعد ذلك لأن الأمور تتم هكذا بالتدريج في التأسيسية حريصين على التوافق هكذا المسألة قد يحتدم فيها الخلاف فيكون التصويت فيكون التصويت والتأسيسية بتستعرض المواد مادة مادة وفي القليب العاجل بإذن الله تعالى ستفرغ من المواد وتعرض للاستفتاء الشعبي الشعبي يقول كلمته وهنا عدة مسائل أنا أقول بكل وضوح التوافق والتصويت والاستفتاء لا يصح أن يصادم نصاً من نصوص الكتاب والسنة وإلا ستتعلق بيه المفسدة وتتخلف عنه المصلحة الحقيقية التوافق والتصويت بل والاستفتاء الشعبي ليس إدماعا بكل وضوح عبارة المعتبر هو الإدماع والإدماع إدماع العلماء المعتبرين في عصر من العصور على حكم شرعي هذا هو الإدماع الذي ورد بشأنه قوله سبحان ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين واللي ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرة قد يقول بعض توافق وقامات لا الله خمسين ولا ستين ولا حتى مئة لو توافقوا على مسألة قد يحلوا الحرام قد يحلموا الحلال وبالتالي فليس بإجماع بل الأمة أحيب بعض يتكلم على الإرادة الشعبية والشعب قال كلمت ومع احترامنا ليه الشعوب بل وللأفراد أيضا لابد من نوضع النقاط على الحروف وإلا فشعب مثلا كشعب كقوم لوط نوح وعاد وثمود وقلونا بين ذلك كثيرا ما هذه شعوب وكان لها ما يسمى بالإرادة وتواطأوا واجتمعوا على الكفر يأتين في ناديهم المنكر مثلا يجتمعون على اللواط ما الذي آمن بنبي الله لوط إلا القليل قيل هو وابن تبال حتى زوجاته كانت تدل القوم على هذه الفعل على ضيوف قوم نبي الله لوط صلوات الله وسلامه عليه النبي الله نوح وما آمن معه إلا قليل لم يزيد على المئة أي من الممكن أن نقول الشعب قال الشعب إرادة شعبية إرادة شعبية على أي شيء على مخالفة دين الله على مخالفة شرع الله جل وعلا ده هذه إرادة غير معتبر لا يمتفت لا أصلها زاعت وشاعت مصطلحات وكلمات تحتاج إلى ضابط ضابطنا في ذلك وغيره هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الشفقة الحقيقية بالدنيا هذه رحمتنا بهذه الأمة لا نغير لا نبدل وإلا فتغير والتبديل دمار لأنفسنا دمار للبشر وإلا فلو تعلق البشر برقباتنا وقالوا لم تنصحونا لم تبينوا لنا ولذلك نحتاج لوقفة صدق ووقفة حق فالإرادة الشعبية والناس اجتمعت في الميدان والجماهير قالت كلمتها لا هل هي توافق الحق أم تقالفه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شدر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أي أكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا فنحتاج للرجوع لدين الله تبارك وتعالى الاحتكام لشرع الله تبارك وتعالى أما أن تشدق بالتوافق ويه ما هاب أن التوافق أنا مين الآن أقول هاب أن فيه مادة مخالفة وإن كان والله الحمد والمن فيه حيطة كبيرة في المواد يعني السقوف الموضوعة والتي احتاط الناس في التأسيسية لمبادئ الحقوق والحريات مسألة المرأة وحقوق المرأة ومساواة المرأة بالغجل مساءل كثيرة المبادئ تم تفسيرها يعني على نحو مطلوب مبادئ الشريعة الإسلامية في المادة مئتين وعشرين مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلاتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماع والمصادر هذه بتفسر بالكتاب والسنة والإجماع والقياس فتم تفسير كلمة المبادئ وطبعا كان الدستور والمبادئ بتوضع يعني محاورات بتتم في اللجان النوعية والفرعية قبل عرضها على الجمعية التأسيسية فكانت في البداية كلمة مبادئ فقط وكان فيه نص على رجوع للأزهر ممثل في هيئة كبار العلماء لتفسير المبادئ وما يتعلق بالشؤون الإسلامية والأزهر كهيئة مستقلة ثم تم وضع هذه المادة المادة 220 وقع عليها رجال الكنيسة وقع عليها بعض الليبراليين وقع عليها الأزهر ممثل في هيئة كبار العلماء وقع عليها أيضا بعض الإخوان وبعض السلفيين ثم بعد ذلك نسمع أن الكنيسة وكأنها اكتشفت أن معنى كلمة المبادئ صارت هي الشريعة الإسلام ما الذي يضيركم في ذلك هذا لمصلحتكم قبل أن يكون لمصلحة الآخرين هذا لمصلحة الخلق بل لا أغالي لو قلت تطبيق الشريعة مصلحة للحيوان وللإنسان مصلحة لجميع البشر ربنا تبارك وتعالى هو العليم بخلقه وما كان المؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمر أيكون لهم الخيارة من أمره فلهو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما سجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويفلموا تسليم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين رحمة دخل فيها أهل الكتاب ودخل فيها الإنس والجن ودخل فيها الحيوان والإنسان فهذا الأمر لا نملك أن نحيد عنه فهو كأن العالمانيين والليبراليين اكتشفوا هذه المادة وخصا وقد تم المطالبة بأن تدمج هذه المادة مع المادة الثانية بمعنى لا تتأخر لا تأخر تفسير المبادئ للمادة 220 وإن كان الفقهاء الدستوريين يقولون لا فرق بين المادة أن توضع في رقم 220 أو أن توضع في المادة الثانية أو الثالثة المهم أن اجتمل عليها الدستور واحتواها الدستور وأنا أوضح وأبين وأقول لابد من الرجوع لشرع الله تبارك وتعالى يطالب ذلك النصراني والمسلم فيجتمع الناس أمام الاتحادية اليوم للمطالبة بتطبيق الشريعة الإسلامية هؤلاء من النصار مدموعات وجمعيات قبطية تجتمع للمطالبة بتطبيق الشريعة الإسلامية وبيحزف المادة الثالثة من الدستور وأيضا فيه الأزهر بهجمع المنسحبين اليوم والكنيسة وفيه اجتماع اجتماع أيضا للتوافق وأنا أقول من الآن لا نملك التنازل عن حكم شرعي ولأن التنازل من شأن أن يعرض البلاد والعباد لمضرة ومفسادة ولخطر كبير وعظيم لا نرضي الناس بصخة الله وأنا لا أغالي لو قلت البعض لا يعرف مصلحته والتعبيرات الواسعة الفتفاضة وأنه دستور يحبر عن كل واحد فعلا هو يساوى عبر عن كل واحد بتحقيق مصلحة الحقيقية ولكن قد لا يدرك ذلك البعض البعض مثلا أنه يريد مثلا يطالب الشزوز الجنسي نضع له مادة في الحريات أن له الحق في ممارسة مثلا الشزوز الجنسي مثلا مساوات المرأة بالرجل قد يتحدى لمساء الميراث وبالتالي فلابد من حيطة لابد من حذر وأحيانا نجد النصارى 38 مثلا يطالبون بأشياء الكنيسة تعطارت تقول لا لا نعطيهم هذا الحق وقد تجمع بقية الكنائس على ذلك فأين حقوق نصارى 38 لماذا لا يتم التوافق على إعطائهم كافة الحقوق أين حرياتهم أين كذا في الزواج وفي الطلاق بل هم يريدون العودة للحكام الكنسية عندهم قبل ما جاء البابا شنودة وهو الذي قصر أمر الطلاق على علة الزنا يقولون الباباوات قبله كانوا يطلقون أمر الطلاق ويعني يقولون بعلل كثيرة للطلاق الحاصل كما ذكرنا يعني لابد من وقفه ولاابد من إلقاء بعض الأضواء وإلا حتى الفقيه الدستوري بنسمع عبارات كبيرة جدا الفقيه الدستوري والأستاذ الدستوري فلان فلاني فقيه الدستوري وفلاني الأستاذ الدستوري لا يقبل منه أي مخالفة لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاصل ونعود بإذن الله تعالى وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والفرح وجائزة كبرى سنعود بإذن الله والنصري ما أبهى شروني